اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين واسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية من دكتور نيوترشن طبعا في هذا البرنامج نفتح قنوات التواصل بيننا وبينكم مستمعين الكرام واللي يتابعونا على إنستجرام هيئة الصحة بدبي وأيضا إنستجرام نور دبي هيئة الصحة إنستجرامها DHA underscore Dubai ونور دبي معروف طبعا لديكم أيضا مستمعين أرقام التواصل معنا بخبركم عنها بس لحظة أضبط هذا الآيباد عشان الصقف طالع عندكم أنتوا في صحة دبي ولكن لي يعني الظروف التقنية شوية عمومة 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-0-6 نزيل أيضا مستمعين سلامة سلم عليكم ودقلكم يا جماعة الخير اللي عنده أي مراجعة في مستشفى راشد أو مركز البرشة أو مركز بين الأمراض الجلدية وعيادات المطار ومركز بين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أي حد عنده أي مراجعة هناك بسم الله الرحمن الرحيم أي حد عنده أي مراجعة هناك أتمنى أنه يصطحب معاه الوثائق الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية البطارقة الصحية وأيضا هذا الموضوع إذا عندكم بعد كذلك التأمين الصحي اللي عنده التأمين الصحي نزيل مرة واحدة يعني ممكن ييبه سالس يسجلونه في الملف الطبيعي ليش أرحك أقدم الحلقة في أمان الله في حالي نزيل ومضبطين المايكات والبرحة قالت ما باتي نزيل لكن سبحان الله تشاء الأقدار مرة واحدة تطلع لي ما أدري من وين صبح شاء الله بالخير دكتورة صبحك الله بالنور والسرور محمول أنا ما قلت ما باي قلت إن شاء الله وأنك فرق أرجع لي الله يخليك في التسجيل مع البارحة أنا بغي هي قالت ما باي التسجيل موجود ترى قلت لك اليوم في المتساب باي ما شفت الله الواتساب صباحكم الله بالخير سامحوا يتأخرت بس عشان ما في باركينج عيس وانا دور باركينج في الإذاعة نزيل خلصنا أرقام التواصل خلصنا كل شيء أقري الخبر يلا يلا أقراركم الخبر نزيل قلت لهم أرقام التواصل صح؟ كل شيء خلصنا كل شيء خلص وقلت لهم عن سلامة سلم عليهم؟ سلمنا سلمت نزيل الرضاعة الطبيعية تساعد على اكتمال نمو الأطفال الخدج كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فائدة جديدة للرضاعة الطبيعية حيث أظهرت أن حليب الأم يساعد الأطفال الخدج على اكتمال نمو أدمغتهم الدراسة أجرها باحثوا بمختبر أبحاث الدماغ في مركز النظام الصحي الوطني للأطفال في واشنطن حيث توصلوا إلى أن الأطفال الذين يولدون مبكرا يكون وزهم أقل من 1.5 كيلوغرام وتتطور لديهم المادة البيضاء في الدماغ أقل من الأطفال الذين يولدون في ميعادهم بعد 9 أشهر من الحمل والمادة البيضاء هي مجموعة من الأنسجة التي تربط مناطق الدماغ ووظيفتها نقل معلومات بين مناطق الدماغ وباقي عضاء الجسم وتملأ ما يقرب من نصف الجمجبة أجر الباحثون دراساتهم على مجموعة من الأطفال الذين يولدوا في الأسبوع 32 من الحمل ووجدوا أن حليب الأم يجعل مادة البيضاء تتطور بشكل أفضل لدى الأطفال الخدج بالمقارنة مع أقرانهم الذين لا يتغذون على الرضاعة الطبيعية وتنصح منظمة الصحة العالمية وأحلى بعد هيئة الصحة تنصح بأن يضال حليب الأم هو مصد الغذاء الرئيسي للطفل حتى عمر 6 أشهر وتوصي بالإستمرار في الرضاعة الطبيعية لاحقاً مع الغذاء الصلب حتى وصول الطفل عمر سنة حتى سنتان بعد نزيل أحين بالعامي شو الموضوع دكتورة؟ أحين يقول لك أن حتى الأطفال الخدج يعني الرضاعة الطبيعية مو بس تأثيرها على الأطفال مكتملين نمو اللي يدون في 9 أشهر حتى الأطفال يلدون قبل إذا الأم رضاعتهم رضاعة طبيعية فقط يساعد على النمو المادة البيضاء في الرأس في الدماء يستوى مقارنة وحتى أفضل من ولده في 9 أشهر فهذا تأكيد أن حليب الأم فيه فوائد لنحن لا نعرفها كاملة بالضبط تشوف في حليب الأم اللي يساعد على نمو الدماء ولكن درسات أثبتت أن حتى يساعد أن الطفل ينمو دماغا بصورة أفضل فحنا طبعا هيئة الصحة محمود تشجع رضاعة طبيعية عندنا مراكز معتمدة رضاعة طبيعية عندنا عيادات للرضاعة طبيعية وما ضده جاسة الحمل الولادة 6-3 أشهر وحليب اللون بعد يقدرون يخزنونه برد يقول خزنونه ويثلجونه كم؟ 6 شهور؟ 9 شهور؟ لن سنة في الفريزر لن سنة بس لازم درجة حرارة لازم فريزر العميق يا أمهات مو يعني فريزر من الثلاجة الفريزر المنفصل مال السمت هي مال السمت تتويز فره في الحليب نزيل قلتيني عينا ماشي مواقف ها ما شاء الله عشان جيت أخرتي هذا شو يسوي عينا هذا نص ساعة علي ما يخلصونه نزيل يابا كوفي مالها وقالت ماشي مواقف نص ساعة علي ما يسولونه الكوفي نص ساعة الله أكبر يبتنم معايا أصلا هذا الكوفي مبلهني أوكي طوف يا محمود شكرا طوف يا محمود أنت طيب والله ما تقصر عموما دكتورة يقول لك توصل فريق دولي من العلماء إلى أن السنساخ مفادة بأن الممارسة المنتظمة للرياضة البدنية يمكن أن تخفض من تأثير عوامل وراثية تحدد يعني ميل الإنسان إلى السمنة في هذا المقال العلمي جاء أن الخبراء أثبتوا أن ممارسة الرياضة بانتظام تخفض من نشاط جين FTO اللي يزيد وجوده في جسم الإنسان من احتمال نمو السمنة بنسبة 30% تقريبا وخرج العلماء بهذا الاستنتاج بعد تحليل عام للمعلومات عن 200 ألف شخص ويعتقد العلماء أن الرياضة لا تغير من نشاط جين FTO فحسب بل 11 جين آخر اكتشفت في أثناء الدراسة المتعلقة بالسمنة وأشار العلماء إلى أن النشاط البدني كان ولا يزال عاملا رئيسيا من شأنه تخفيض خطر ظهور الوزن الزهد لدى الإنسان ليش أنا أقول هذا؟ عندي ريال متصل فيني محمود أنا بأسوي العملية هذه الشفط وما أدري كذا قلت لها قال لي ما عندي وقت أسوي رياضة هو هالحجة البديية محمود كل أحد ما عندي وقت أسوي رياضة كيف؟ تعبت ما عندي وقت أسوي المهم قلت لي ما مشكلة لحين أنت هدى شوي بس أنا بأقول لك هذه في النهاية جراحة يا زين؟ يا إنت أنت تبغي تسويها على كيفك ممكن حل سهل لكن في لها تابعات وآتار سلبية في لها نمط حياة معين لازم تسوي وآخر شيء بعد العملية بترجع لازم تسوي رياضة لازم إلا يسويون تكميم أو تحويل مسار أو مهما تكوسم العملية ترى الدكتور يقول لكم هذه الروحة مب كافية لتنزيل الوزن وإلا نسوي تكميم وتحويل مسارة تزاد وزنهم فلازم تمرسوون الرياضة عشان ما يسويك بعد الترهل يعني تروح مسألة السمنة لمسألة الترهل الجد اللي يباله جهد أكبر مع الرياضة لازم تمرسوون الرياضة تقشرين والصوت يروح بعد مشكلة ننزيل دكتورة بما أنت شنتي آي من تأخر خبرين على ما بيسكت أحمد للناهد نزيل يقول لك كلهم ما عندهم وقت للرياضة وعنده وقت مفتوح أو ما ينتهي للأكل لا شوفوا في مرة كاتبة أمريكية عندها كتاب عن حسن استخدام الوقت فشو كانت تقول كانت تقول الشيء اللي حنا نقول إنه ما عندي وقت حق مثلا نحن أنا أقول ما عندي وقت أسوي رياضة شو معنى الحقيقة مو بإنه ما عندي وقت أسوي ولكن الوضع يكون إن أنا لا أعطي هذا شيء أولوية بالتالي لا أخصص له الوقت أنا قبل يوم كتفكر كتقول ما عندي وقت أسوي الشيء ما عندها إدارة جيدة للوقت فقبل يوم كتفكر كتقول أنا أحس ما عندي وقت أسوي وائد أشياء بس لما فكرت فيها وحسبت وقتي خلال يوم بعد ما نرجع من الدوام في وقت وائد بس حين فضل نرتاب انترنت شوف تلفزيون هالوقت لازم نريد نستغلها أيضا لأولويات ما نتنو لو حطينا رياضة مضمن الأولويات بنحصلها ولو نصف ساعة حين ما نطالب وائد حين نقول ساعة واحدة خمسة أيام في الأسبوع يعني دام أقول المرضاي عندك يومين بريك يومين خذ بريك يعني ممكن تخلي يوم البريك هايكون خلال أيام الأسبوع ويوم يكون في الويكين بحيث أنه يصادف يوم من أيام رياضة خلال جزء الأسبوع اللي أنت مفوض ما عندك فيها تمام ولكن لازم نعطيها أولوية نزيل يقول كنت مثلهم وزني 123 ما شاء الله ورحت لمركز تخسيس معروف والله يسعدوا ما قصروا ونزلت وزني لتسعة وستين ما شاء الله والله أنا أهل المركز زي ما انطرج الدكتورة الندى ها تسوي لهم اختبارات يعني أنا نسوي اختبارات ما بسير عنهم زي أبا نزل وزني كيف هذا هو ريال مركز ما أدري إذا المركز زي أو إلا انتظر الرد أخوي محمود حاولت كم مرة ما نزل وزني زي تابعنا في رمضان لأن هذا الموضوع بيكون وايد من المواضيع اللي نحن نتكلم عنه بشكل رئيسي أنا هو المصيبة تعاموا نشاه المصيبة إن احنا مو بالوجبات الرئيسية ترى ما لاتنا ترى حين نشوف وجباتنا الرئيسية احنا ما ناكل كميات كبيرة ما بعد الوجبة ما بين الوجبات محمود نصف ساعة ما شيء سريع تكفيك نصف ساعة خمس ساعة في الأسبوع ترى نصف ساعة تحافظ على الوزن ما تنزلكم الوزن لازم تكون ساعة كاملة نزيل السلام عليكم صبحكم الله بالخير عندي ملاحظة على تامين ساعدة رجالة تصل لضرورة أخوك خالد الريح أبو حمدان تصل في ميرا خلينا نشوف بعد الفاصل شو موضوعة وما نحاول نحاول على الدكتور حيدر إن شاء الله هل تنزيل الوزن بعد الثلاثين يكون صعب الإجابة بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل أرقام التواصل معنا ستة صبر صبر خمسة خمسة واحدة أربعة واحدة أربعة أو عن طريق رسالة نصية على الرقم أربعة صبر صبر ستة وفي جديد الليب على أكاونت نور تبي وهي تصاحب تبي فاصلوا راجعين صحة وسعادة بسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا سوالف تحت الهوة دكتورة السوالف كلها صنحت الهوة تتابعونا على الإستقرام يقول لك دهون يلحقها دهون وما في تصريف لهذه الدهون وكلها تتكوت في الجسم لأنه ما في رياضة مشكور أخي محمود يعطيكم العافية شكرا لك أخي القيواني معصبة وتضحك ليش أسعد الله صباحكم بكل خير والله يعطيكم الصحة والعافية كان في سؤال نحن قلناه هل تنزيل الوزن بعد الثلاثين يكون صعب دكتورة يكون أصعب مو بصعب جدا بس يكون أصعب شوي لأنه كل ما نكمل في العمر يستوي عندنا الحرق الدهون أو المتابوليزم يستوي أبطأ من شي وائد من الحرم يقول لك ألف العشرين كالأكل متابوليزم قولي عشر مرات وربعة فوايد من حريم لما يونوا العيادة شي يقولون يقول دكتورة نفس الأكل أنا أكله من عشر سنين ولكن يمكن في العشرينات ما زاد وزني يوم دخلت الثلاثين قام يزيد مع نفس كمية الأكل طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي جميع طاقم البرنامج حبيت أقول لكم أنه مبكل الجسم نفس الجسم الآخر في أجسام تنزل وزنها بسرعة وبعضها العكس والسموحة شكرا لك وأنا أعتقد أن كلامه صحيح دكتورة فيها اعتمد طبعا خاليا ناخذ خالد خالد صباحا خير يا خالد صباحا نور خالد خالد كان عندك ملاحظة عن تيمين سعادة بغيت تطلع معانا فيها الهوات نسمعك وإن شاء الله نقدر نساعدك إن شاء الله طب لبما كان قبل اتصالت كان وياكم الدكتور حيدر نعم وقال أن احتمال التقرير اللي نطرشي من الدكتور مبطرير واضح آآ هي المشكلة كلها أن حرمة أخوية عندها عظمة ضارة من ريلها فهاي العظمة يبقى لها قف زين وتحس بألم يعني ما تقرأ تمشي فالدكتور قالها لا قالها أنت محتاجة عملية بسرعة بسرع الوقت يعني ما بنا تريين شوية ولا زيادة لأن العظم قاعد يفتش عن يعني الصبعة قاعد يفتش عن الريل طيب وشو اللي صار طرشنا التقرير للأسف يعني رجعنا مرة ثانية أن العملية مرفوضة هاي تجميلية الدكتلات معنا بنفس صح صحيح وقال له عنها تجميلية بعد ما علي والدكتور حيدر قال لي لا طرش التقرير مرة ثانية أو سير عيادة ثانية صحيح العيادة الأمريكية نفس الكلام عطني طيب الحين تعالي شو بنسوي خالد خلني أنا بأخذ رقمك وعلى طول خلي الدكتور حيدر بقول أن هذا خالد تكلمنا في هذا الموضوع كثر من مرة خلني شوف لك حل جدري في هذا الموضوع حاضريني خالد أنا قلت بنسوي العملية أرواحنا لأخذ عملية تكلف ويد 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 يعني تكلف ممبلغ بسيط ريم ميرا طرشيدي الرقم بس على الواتساب خلينا حوله على الدكتور حيدر شكرا لك يا خالد شكرا لك شكرا لك طيب في وحدة تقول أنا أم وعاملة لغاية ستة ومرضع وعمري 42 سنة وانقصت وزني عن طريق نظام غذائي ورياضة اللي يريد شيء يخترع الوقت لذلك هل نحن نقول لي يبس صلاة ما تفوت صحيح صباح الخير منورين كل جسم يختلف عن الثاني حسب قابلية الحرق للدهون صحها الكلامة صحيح تختلف من جسم إلى آخر ولكن من حين كم شكل عام طبعا الناس الله الحمد لله رب العالمي أنعم عليهم أنهم ينزوا وزنهم بسرعة ووزنهم أصلا ما يزيد هذه طبعا نعمة وجود هرمونات وجينات معينة بس هتكلم بالمجمل الناس يكون عندهم حرق الدهون أبطأ مع الكبار في السن صحيح أنا البارحة بعد أولت البارحة كنت أتكلم أن إنزيم الخاص بحرق الدهون وكذا أنه يقل بعد الثلاثين حسب الدراسة اللي طلعت عموما نحن نتكلم الحين عن واحد من المواضيع المهمة جدا وهو أن الطباق اسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى دبي بدأوا باستخدام تقنية جديدة يتم استخدامها لأول مرة على مستوى الدولة لإعادة السمع للمرضى من خلال زراعة سماعات عظمية صح هذا الكلام عظمية ولا يسمونها عظيمة الدكتور لا عظمية عظمية لمكتوبة عظيمة عندي هي سماعات عظمية هي مفعولها عظيم يعني زي يا سلام بمواصفات تتناسب مع ضعف مع ضعف سماكة جمجمة الرأس نحن نتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي والدكتور طبعا غني عن التعريف هو أحد القامات الطبية في هذا المجال على مستوى العالم نحن نتكلم الدكتور صباحك الله بالخير وخبرنا عن هذه التقنية صباح الخير إلى كل الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات عبارة أن هي كانت صبية عمرها 17 سنة لا تسمع في الإذن اليمنى منذ الولادة هل هناك في احتمالين لحل هذه المشكلة إما بزرع القوقعة أو بزرع سماعة عظمية زراعة القوقعة استثنيناها لأنه 17 سنة هي منذ الولادة لا تسمع فيها الإذن العصب بسوفي دمور بألياف العصب السماعي وبالتالي إذا عملنا لزراعة قوقعة حتسمع بس ما حتفهم شو حتسمع لأن المنطقة الدماغ التي تستقبل هذه الأصوات ما بفيها تمييز فإذن حترفض حط الجهاز الحل الثاني هو زرع سماعة عظمية تنزرع على عظمة الجمجمة في الطرف الأيمن تنقل الاحتزازات من الطرف الأيمن للطرف الأيسر أثناء تقييم الصبية طلع في الحوصل الريتينية عدى اختبارات السماعيات نعمل تصوير طبقي محوري صحيح عملنا تصوير طبقي محوري اتفاجأنا أن سماكة الجمجمة ميلي لميلي ونص قليل أو عالي قليل جدا قليل جدا يعني هي كتير قليل انت ميلي اللي هم تحكي صبية يعني هي عملية خلاص كتمل نموها بسبعة عشر سنة كتمل نموها صحيح حتى أما بتذكر راتلي سواء شوالك منتظر شي سنة سنتين ممكن تسمك الجمجمة خلاص اكتمل نمو بناتافي النبات الفيميلز أو الاناث بيكتمل نموهم بالسبعة عشر الذكور بالنسبة للجمجمة صحيح والذكور بعمره طمانتاش لذلك اي عملية تجميل امف اي عملية حاجز امفي ليكتمل نمو عظام الجمجمة اللي هو بين السبعة عشر وطمانتاش صحيح عادة عملنا سبع عمليات سابقة لسماعها من نوع آخر اللي هي قطرة 16 ميلي بس بدها حفر 8 ميلي متر من خلال عظم الجمجمة غالبا منلجأ للخلايا الخشائية اللي هي خلايا موجودة خلف الاذن صحيح نحفر الحفرة فيها درستها الحالة لقد ما في مجال نهائيا حضرت نوع من السماعات صحيح في هناك نوع آخر اللي هو عبارة برغي طوله من 3 إلى 4 ميلي وإلى الآن أول مرة تتجرى هذه العملية في الدولة عملنا اتصالات جبنا الجهاز المشكلة وين في منطقة محددة في الجمجمة مكان التقاء عظمين اسمه العظم الصدغي بالعربي والعظم القفوي اللي هو بالخلف في منطقة واحدة مثلثية سماكة العظم فيها هون 3 ميلي بالتعاون مع قسم الأشعب مش في دبي أخذت إحداث فيات النقطة وسبت البرغي بهذه النقطة لأنه إذا أنت فتحت المكان التاني في عندك مكانين مكان بيدخل اللي هي السحاية أو الأخشية المغلفة للدماغ أو مكان تاني اسمه بالعربي الجيب السيني والسيجمويت ساينس هو أحد الأوعية أو الأورد الرئيسية الموجودة بالدماغ فإذا إذا ما أخذت إحداث فيات المنطقة بشكل دقيق ممكن تنثقه بالصحاية أو ينتقه بهذا الجيب الوريدي اللي فيه دميه كمية كبيرة من الدم الأخند اللي أخذنا إحداث فيات هذه المنطقة بدقة دخل البرغي مكانه وتمت العملية بدون أي مضاعفات ممتاز وتاني يوم راحت على بيتها وهي سعيدة جدا بالسماعة ثبتنا للسماعة بعد شهر لبينما يكم تثبيت بيصير تداخل عظمي أو بيسموه أوسيو انتيجريشن بالإنجليزي اللي هو زي زرعة الأسنان بتصير جزء من العظم وثبتنا للسماعة وهلأ الحمد لله مبسوطة منا بشكل جيد جدا الحمد لله ممتاز دكتورة ناخذ بمصبح السويدي ناخذ بمصبح صبحك الله بالخير أخوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة والإيجابية أهمي صبحك الله بالمرود أحمد الدكتورة بنت الملاء الله يحفظكم الله يخليك حياة الله يجينهم خليفة بعد التاج اللي في فوق الرأس الله يطول عمركم الله يسهل لك يا رب توجه شيء بالشكر لحيث الصحة على الخدمات اللي قدمون. الله يطول عمركم. ومهما نقول ما نوافية حكم. الله يطول عمركم. شكرا الله خير. شكرا. عندي ملاحظة. الله يطول عمرك يا أخي محمود. تفضل يا سيدي. الحين الله يطول عمرك أنا آآ لما مثلا أبا سير العيادة مثلا المنزر عني على سبيل المثال. أنا دوم يتعالج هنا. وأعرف الدخات والناس طيب وماشاء الله عليهم على آآ يعني المستويات اللي يعني هذه. آآ الحين أنا اتصلت باخذ لي موعد. يعني أبا طالع من الدفتور الموجود يعني أعرفوا في بعض المدات اللي يتعالج عندهم. يعرفون عال فيه. صحيح. مثلا لما اتصلت الحين. أعرف رقم المنزر أنا. أتصلت عين حطوا لي آآ هذا وصرب هذا وصرب الرقم. واحد ذريل على هذا. رض علي واحد. قال لي منو ياهي. قتل فلان بن فلان. قال لي قطع التلفون. قتل لا لا. قلت لي شو خير. قلت لي زين قال شو تبنتين. قلت ما هذا شيء. أبا الله يطول عمرك. مركز المنزر الصحي. قال لي زين آآ شو عندك آآ دكتور طبيب عام. قلت لي قولك. أنا بوي دكاتر ما الله يطول عمار مناك. ما يقصرون. يعني بانتوفي عين أبا عرف عادة دو حرمة ولا ريال. لانا بعد ما بعدها هتلوم ساعات بالحرمة. ما يمع عليكم. ما يكونوا فينا الله يطول عمارك. ما يقصرون نتوفي. عادة أنا قلت عادة بطا. قال لي. قلت اشعب هتتعقيدات الله يطول عمرك. سابقا كان تلفون. تتصل مباشرة في المركز. ويجرام الله خير البنياء. قنات أمينه وميته الله يطول عماره. ما شاء الله. ده دي. تتصل رنه رنتين. يعني انت خالت لي من عشر دقائق. اللي تريع الخط وهذا الله يطول عماركم. ورجعت والله حين كلمتني لأخت قالت لي الدكاث الموجودين كذا 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 كذا. ليش عاش الله خير. قلت له اشعب هتت هذا شوي طولت الظالفة. قال من صبعي فيه شكاوي. قلت ها شكاوي عليكم انتوا ما شاء الله عليكم. من التصل رن رنتين ما شاء الله عليكم تقبضون الخط. وتردون عليه. يعني مزاكم الله خير. وش حقه يعني مفروض يكون دايرك يعني مثلا مريضة أو شي. يكون دايرك مزاشرة للمركز الصحي اللي يتعالج فيه الله خلال عماركم. ازاك الله خير. بمصبح. انا باخذ رقامك الزير وبعطيهم هناك التصلون فيك. على اساس ان بس ينزلون الشكوى هادي تدخل. لا لا لا. مش الشكوى. ملاحظة. 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 لا لا لا. ما يضي الشكة بمصبح. هذا الممزر والجماعة والدكاتر. ما نوافهم حقهم. انزل يطول عمرك. الملاحظة بس لا اي 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 ديش انا اقول دايما هذي هذي مسألة واحد مهمة ان الواحد احيانا يصير في اه في اي عمل في الحياة. ممكن يكون في دروب شوية ولا اه يعني ما 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 يكون اه متقن مية في الامية لكن اه شو تابدك شاء الله. ممتازة ومشاء الله قولك قبلك محمود ازاق الله خير اتصل. اي ديكبض الخط. الحين اعطونا شوي. ما الكمبيوتر واذا واحد واثنين واثنين واثنين. احين تعارش و الدكتورة تابغي تقولي. سمع انت سمع. اه بمصبح وتقولي. تكتب لي عادة تعرف خطة ديكاترا. اي اي اي. او ان تكتب لي شغل وتابغي تقولي يتصل مركز الاتصال او كده. لا. هو المكالمة تتحول اصنع لمركز الاتصال. حين ساعدنا مركز الاتصال في الهيئة. ومن هناك يتحول على المركز اذا كان فيه اي. اه. براية. اي. تحتاج التواصل مع المركز. ما علي. الحين بمصبح ريال متعود على المركز. يعرف الناس هناك. ويبغي شسم التواصل هذا هناك. يعني شوف يا رحمود. زاكر الله خير. ودكتورة ندا. يعني الواحد لو انك مريضة هاد ديكاترا. ما شاء الله تشوفهم. اتصح. صحيح. طبعا الله الواحد يتعود على الشيء هذا. وهذا شيء طيب يعني بالعلم. بمصبح انا خدت وقت لانا لازم اطلع فاصل. زاكر الله خير. نزيل. وبخليهم اتصلهم فيك رد عليهم ها. نزيل. بمصبح معنا؟ راه بمصبح. نزيل. دكتور جمال نحن سامحنا عادة. بس لان البرنامج نحن من المستمعين وإلى المستمعين دائما نحن نعطيهم الاولوية في اذا كانت عندهم اي ملاحظة. نحن نطلع فاصل قصير. في مجموعة تأسل ايتني دكتور على المواضيع السمع ومتى هل فقد السمع من الصغر مرض وراتي ولا هو اي حد ممكن يكون معرض له. كثير من المواضع ما اطرحها عن هذا الموضوع. ولكن بعد ما نوقف مع فاصل قصير أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة الصحة في الانستغرام. دهي أندرسكور دبي وكاونت نور دبي. طيب دكتور يعني في من بين الأشياء اللي سألونا عنها دكتور هل الأمراض أمراض الفقد السمع من الصغر هي أمراض وراثية ولا ممكن أن يصاب بها أي أحد ولا هي ما بين شذا وشذا يعني؟ لا بشكل عام حسب الإحصائيات العالمية في واحد لاثنين بالمئة من الولادات الجديدة تأتي بحالة صمم بدون أي سبب. كامل نسبة مرتين دكتور؟ من واحد لاثنين بالألف. واحد لاثنين بالألف. بالألف من الولادات. من واللون الصمم؟ بيجي معهم الصمم. طيب. واحد هذه النسبة. ايه عالية. ايه. في عندك صمم خلقي وصمم مكتسب. الصمم الخلقي بيلع في دور براثي. لذلك بتلاقي أنا عملت دراسة على أول 225 مريض. ساويت لون زرع. لشوف 33% تلتهم كان في قصة ويراثية. في قصة ويراثية. من أنت السبب ويراثي. التلت الثاني الأب والأم ولا دعم ولا دخالي قريبين. بس لسه وارد الاحتمال اللي ويراثي. بس ما يكون عندهم صمم الأب أو اللوم؟ ما عندهم. بس معناته يحمل المورثات بس تكون مورثات بالعربي متنحية. صحيح. يعني ما بتظهر المرض إلا تجتمع المورثين من الأب والأم. صحيح. زواج الأقارب. وتكون بالتقل في فرصة أكبر تتقل مورثة من الأب مع الأم. وتكونوا قريبين. وبالتالي تظهر الإصابة عند الأطفال. صحيح. والثلاث الثالثة يكون شيئ أمهم. والثلاث الثالثة هي مكتسره. أهم سبب ل well name هي التهاب الصحيح. المالنجياتس. إنتبعي للإسامة لي. تسمي مالهين الجايتس. صحيح. مالنجياتس. الأخير يو trumpet. التهاب الصحيح. !」 الخاص باز بالعامية عندنا الخاص باز بصير بطرف واحد ممكن نصير التهاب بالخصية عند الذكور خاف الكبار دكتور ولا في الصغار ممكن نصمم بطرف واحد الحصبة العادية اللي هي الميزة سقوات بتعمل بس أهم سبب هو التهاب السحاية بيجي بالرقم الثاني هلأ خف كتير كان سابقا الأدوية في أدوية سامة بالإذن تستعمل بعض الحالات للتهابات الصدر أو ذات الرئة اللي هي مركبات الأمينوغلوكوزيدات اللي هي الجنتامايسين النومايسين الكنامايسين هلأ فيه إرشادات عالمية لإستعمالها الأدوية فيه إلى ضوابط معينة وكل هونين الحمد لله مشافي الإمارات تتبع هذه الإرشادات العالمية فيه شروط معينة لإستعمال هذه الأدوية العامل البراثي إحنا وجهنا رسالة صار مؤتمر صحفي على مؤتمر على هامش المؤتمر الجمعية الإماراتية للطب الأذناء في الحنجرة وجهنا رسالة أنه العائلات اللي موجودة عندها الإصابة البراثية تجنب زواج الأقارب ما أمكن صحيح أنه عملية أنت أنت تخفف من احتمال طلاقي المورثات مع بعضون للأسف إجا هجوم شديد جدا على طبيعتي الحال أنه أنت اتهمونا ضد الحب يا دكتور لا لا مو ضد الحب يا ريت يا ريت لا 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 وله لو علت هيك اتهمونا بالكفر لا إله إلا الله طب يا أخوان أنا بعدين تعرفوا شو أنا ما عاد رديت لأنه صاروا يناقشوا بعضهم نحنا لا نريد أن نغير البنية الاجتماعية ولكن مثلا للأخ اللي من رأس الخيمي لو ما تزواج بنت عمطان ما فينا نغير هذا قضاء وقدر نصي نصي كما أجات للتولاد تصمت للتولاد الحمد لله اللي صار فيه حل صحيح بس أوقات فيه إصابات ويرافية تانية ما لا حل أكيد أكيد دكتور خلنا بس ناخذ أبو السلطان أبو سلطان عند السفسار اللي أبغي يوجه لك تفضل يا أبو سلطان صباحك الله بالنور والسرور تفضل أبو سلطان وقتصر شكرا ولأم خليفة ولبنوح وجميع المستمعين والمتابعين أم خليفة يحيونك بعد والبرشلوني المتعصب جدا أنا بو نوح يستاهل يستاهل يوم قلت برشلوني يرضى حيث تفضل أبو سلطان بس عشان الوقت الله يسلم أنا سؤالي للدكتور عندنا موضوع التأكل العظيمات أو التسوس العظيمات الداخلية شو الحل غير الجراحة إذا في حلول غير الجراحة وهل هي يعني فيها مشاكل بتأدي لمشاكل أكثر يعني للسمع مستقبلا يعني مثلا وال البنية عمرها 22 سنة خليك معي الخطب الثاني في نوعين من التسوس في نوع هو تسوس بعظيمات السمع نفسه يعني تعرف فيه ثلاثة عظيمات للسمع بالعربي اسمهم المترقة السندان والركابة صحيح مضم الأوقات بصير تآكل بالسندان بالنطوء الطويل للسندان وبالتالي ما بتنتقل الأصوات بالركابة وفينا مجازا بين آن عليه هو عبارة عن انتهابات مزمنة اسمه ورم كوليستريني هو مش ورم هو اندخال خلايا جلدية ضمن خلايا اللي موجودة خلف الإذن هات كمان بيسموه تسووس بقى اي تسووس انت بتقصده لقدر جاوبك لانه العلاج مختلف تماما والله دكتور تتكلم عن ثلاثة في سيلان من الإذن في قيح في رائحة كريهة عم تطلع من الإذن لا 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 طيب معنات عم نحكي ب ضعف السمع دكتور ضعف يعني ضعف السمع بشكل يعني بشكل عام في بعض يعني ما تسمع زين يعني ما في سيلان نهائيا ولا في قيح ولا في أي شي لا 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 دخلنا بموضوع اللي هو غالبا النتوء الطويل للسندان طبعا عندنا حلين واحد العملية يوجد بدائل صنعية مصنوعة من التيتانيوم أو مصنوعة من معادن تانية خاملة وبالتالي فينا إن شاء الله نرجع للسمع بشكل طبيعي إن شاء الله أوقات نستعمل بدائل يعني ممكن ينقام السندان يتغير شكله ونعمله نفسه يعني نستعمل من نفسه المريضة العظمية مع تغيير شكله ونعمل وصل بين المترق أو عظمة الركابة أو سماعات العظمية اللي حكينا عليها ببداية الحلقة فإذا نيوجد حلول المركز الأفضل بالإمارات العربية المتحدة لهذه العمليات هو مشفى دبي والخدمة تقدم مجانا مع العظيمات لذلك فيك تراجع العيادة المتخصصة بمشفى دبي يفضل يوم الأثنين هي هي العيادة المتخصصة بأمراض وجراحة الإذن أهلا وسهلا فيك أخذ الموعد معاك دكتور يوم الأثنين الأثنين القادم أهلا وسهلا فيك بأخذ رقمك الحيئنا تحتلق من السبعة ونص لتنتين ونص أي أنت ما أجيت أهلا وسهلا فيك زي أبو سلطان راضي بس جيب معك كل شي تخطيط أديمي كل شي معك جبلية مشان أخذ فكرة شاملة عن الموضوع بزاك الله خير شكرا لك يا أبو سلطان شكرا عزيزي ما شاء الله هل زراعة القوقعة مكلف وناجح دكتور زراعة القوقعة طبعا مكلفة جدا وناجح بالنسبة نحن في مستشفى دبي المشفى دبي المواطنين مجانا وبالطرفين نذكر في المقابلة الماضية وحتى نشروا الجريت سنعمل الطرفين بنفس الوقت العملية بتاخد أقل من ساعتين ونص بينما في مراكز ثاني بتاخد لخمسة ساعات العملية الواحدة لأن الطرفين بتاخد ساعتين ونص صح الله يديهم الخير على دولة الإمارات العربية المتحدة مجانا للمواطنين بالطرفين حتى الآن الوافدين معظم الشركات التأمين ممتاز عم بدفعوه شي رمزي وبالتالي شركات تأمين بدأت تبنى الموضوع واشتغلنا على الأقل شي ثلاثين واحد شركات تأمين تبنت الموضوع اللي ما عنده تأمين كمان بلد الخير بلد الجمعيات الخيرية الكريمة وعندنا قسم كامل للمشاركة بشتمع مع الساسان بالله تبرعت لذلك أنا إلى الآن لم أصادف أحد ما لأحل جميل إذن يوجد دائما من يتبنى الطفل ويساعده صحيح 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 يأثر على حياته كامل يعنيها مون بسألة بسيطة أو تجميلية ممكن واحد يعيش فيها يأثر على حياته كامل أحاول لأن لما أزرع له القوقع فأنا حاولي من إنسان غير منتج إلى إنسان يستوي منتج في المجتمع وينخرط معي في المجتمع بزمانه صار معي جدال مع رئيس الجمعية الخيرية بسوريا قال لي يا أخي مكلفة هاي بعمل خمس عمليات قلب بهالمبلغ هاي ما شاء الله قلت له دائما أنت بتحسب في شيء اسم نوعية الحياة صحيح تحسب قديش غيرت حياته كم سنة صحيح قلت له تبع عمليات القلب كم سنة غيرت حياته قال لي 3-4 سنين طب هذا الطفل عملت له عمليه عمره سنة خلين قول عاش 75 سنة كل حياته تأثرت فيها صحيح وحولته الإنسان منتج صحيح أزلت له الإعاقة بعدين على المدى البعيد هذا الطفل صار طبيعي صار منتج في المجتمع أكيد عدا ذلك إذا خفف الوراسي على المدى البعيد هذا الطفل صار إمكانيه إنه يتزوج إنسانة طبيعية أو تتزوج إمكانية عالية إنه رجع طفل طبيعي فإذا أنت خففت الإصابة بالمستقبل دكتور مناخذ مداخلة من من منوها وميرا حمزة حسن من حسن وأيضا في مجموعة أسئلة على طول مناخذه بعد المكان متفضل يا حسن واختصر السلام عليكم يا هلا السلام تفضل أخوي الله يعطيكم الصح والعافية الله يعافيك تفضل يعني يهدي العطباء لإني بيقوموا بخدمة العباد عباد ربنا سبحانه وتعالى حبيب يا حسن سؤالك سؤالك شكرا لك سؤالك سؤالي أنا يا دكتور يا حبيب قلبي عندي طنين ليل النهار على 24 ساعة صوت حبتون طنين في الإذنين ها في الإذنين لا اليمين بحش خلي خلي دكتور عندك أي سؤالة طرف واحد أي طيب السمع كيف سمع مليح بسمع مليح وجيد جدا لا بطرف بطرف واحد شو الصوت بيشبه الصوت نابد ولا شو صويت صوت يجب إجراء تخطيط سمع هلا إذا طلع عملت تخطيط سمع حفظ أنا عملت كذا مرة ده بتخطيط سمع بالمستشفى لكويتي شو طلع السمع متناظر بالطرفين ولا ننازل بهذا الطرف من الطرفين وعلى طانين وعلى كل شي يعني ورح تلع الأطباء أغصائيين كمان ما فدوني يعطوني أودية ومش حرف شو كلمان يعني المهم الصوت أنا تعبدي بشكل مش محول هعطيك الملخص أحدث شي بيصير بالدنيا بهالمعالج بهالمجال واحد يجب إجراء تخطيط سمع دكتور إذا السمع غير متناظر يعني نازل السمع بالإذن هاي يجب إجراء تصوير مرنين مغناطيسي لنفي وجود أي سبب عضوي هو مسبب هالطنين هلا هافترض أن السمع متناظر بالطرفين وطبيعي إلى الآن لم يعرف سبب الطنين هو عبارة عن صوت أنت ما تسمعه ما أحد يسمعه غيرك فإذا صوت داخلي المنشأ آخر الأبحاث أنا كثير تتابع ما في دوا بيفيد ما في دوا سحر للموضوع الدوا رقم واحد هو أنت كيف يعني أنت بدك تحاول تتجاهل هالصوت إذا ركزت عليه بيزيد إذا طنشته بيروح هاي واحد اثنين بدك تتجنب الضجيج العالي كثير كثير يعني إذا رايح حفلة كذا بدك تسكر أدانك لأنه الضجيج العالي بينبه بيهيش هذا الصوت بس بنفس الوقت عدوك الهدوء صح يسمع الطنين أكثر بيسمع وقت نايم نايم مو لأنه عتمي نايم لأنه صار فيه هدوء لذلك حط دائما صوت حواليك راديو مسجلة قرآن موسيقى أي شيء أنت بتحبه علي لدرجة ما تعليه درجة علي علي لدرجة أنك عم تسمع صوت الراديو ما عم تسمع الصوت اللي جوه هذا علاج هذا علاج حتى إذا رحت بالليل عم يزعجعك بالليل حط مسجلة قرآن موسيقى كلاسيكية أي شيء بتحبه تطفي بعد ساعة بتكون انت نمت الصوت الخارجي منتعود عليه الصوت الداخلي ما متعود عليه أحدث علاج هلأ في مركز كبير مدينة نوتينجهام بإنجلترا بسميه Brain Retraining Therapy أو إعادة تأهيل الدماغ النظرية بتقول أنك تحط هيدفون أو انسير فون جوات إدنك بتعطي أصوات بتحطها المسجلة من ساعتين لست ساعات يوميا بعد فترة الدماغ تعود ياخد أصوات ذات معنى اللي هي وتفر شو عم تسمع انت شوي شوي بينسى الأصوات اللي موجودة بقشرة الدماغ اللي ما لا معنى هي ما لا معنى هاي جزء من العلاج مجمل النصائح اللي عم إلك عليها ابتداءا من تجاهل الموضوع كتير عندي نسبة حالات شفي ولا في دواء سحري بيك موضوع نهائي ما تستعمل دواء تبع النصائح وإن شاء الله بتحسن تجنب الضجيج وتجنب الهدوء وعيش في أجوام معين ها دكتور طيب هل تنصحون الفحص السنوي للأطفال بالنسبة للسمع دكتور هلا مو الفحص السنوي قد ما هو يجب إجراء المسح السماعي الشامل لجميع الولادات الجدد ممتاز وهذا نحن موجود بالبلد الخير الإمارات أي طفل يوجد مسح سماعي صحيح غاية من المسح السماعي هو التداخل المبكر صحيح وبالتالي وضع إذا طلع عنده نقص سماع المعين السماعي توضع بعمر السبع شهور جميل إذا في مشاكل بدل الطفل يعاني من مشاكل بالسمع ممكن نقول أوكي بده اختبارات دورية بإذا ما في أي مشاكل ما في داعي لاختبار السنوي لا طيب هل كثرة أفراز الشمع في الأذن يعتبر طبيعي دكتور سؤال جميل جدا أول شي بدي أحكي شغلة كتير مهمة الشمع هو مادة معقمة لمجرى السمع وليست أوساخ هل كثير بيجي ناس على العيادة بقول لهم والله مليان إذنك شمع والله أنا بعمل حمام كل يوم ليش هالوسخ هذا مش وصخ لأنه كل الجسم فينا نغسله مع ذا مجرى السمع ما فينا نغسله لذلك الله خلق هذه المادة معقمة لأنه ما فيك تغسله ما فيك تغسل مجرى السمع تسعين بالمئة من الناس الإذن بتنظف نفسها بنفسها صحيح عن طريقين واحد بيتبخر الشمع اثنين البشرة تتجدد البشرة تتجدد من القسم المركزي لغشاء الطبلة وتطلع لبرة زي شو تسموه الكم وتقلبه كم الأميس أو لاي وتقلبه بيطلع هيك هلأ المشكلة ماين بتصير الناس اللي بيستعملوا أعواد الأدان بيكون الإذن معزبة نفسها مطلعها بشكل فيزيولوجي لبرة بترجع بتحط عودة الأدان بترجع لجوه بتكون الإذن صلى الله أسبوع متعزبة عم يتوصلنا لبرة لذلك لا ينصح باستعمال أعواد الأدان نهائيا إنه ينبسطوا أنه ينبسطوا معه شوية بسوطة معه شوية بسدفش البائي دفش البائي لجوه صحيح وغير هذا الدكتور ممكن أنه يخبق طبلة عم يجينا يعني على الأقل بالسنة بيجينا حالتين ثلاث انفقابات طبلة رضية بسبب العواد الأدان صحيح الإذن الله خلائها بتنظف نفسها بنفسها طيب تفضلي دكتورة بخصوص هذه النقطة لتنظيف الإذن حتى دائما ننصح الناس في العيادة نقولهم الإذن رب العالمين روحها خلها تنظف نفسها فأنتو لما تحطون فيها القطن ويريد بس دكتور قطن المشكلة في ناس ما تستخدم قطن الأذن إلي يستخدم قلم وإلي يستخدم سويتش التلفون ويحطون فيه فهذه يعني مخاطر أكبر من مجرد قطنة الأذن العواد الأذن إحنا نستعملها يعني حتمر عيني في العيادة حالات مفتاح السيارة يحطون في إذنهم هذا مجافة محجر ثمين أو الجراثيم لداخل إذنه وبالتالي يدخل بالاتهابات الإذن ليش أحيانا يصير طنين في الأذن الطنين أوقات مجهول السبب اثنين أوقات اللي التعرض لضجيج عالي جدا يعني أنا بتذكر رحضرت أحد الحفلات الموسيقية دون زكروين والاسم المطرب لأنه مطرب البشور كتير حطينا كان شوي كنا منامي الحملة للتبرع لأطفال زرع القوقعة بما أني الجر حطيني على أول طاولة لم أستطيع التحمل لم أستطيع التحمل أكتر من عشر دقايق أصوات مخيفة جدا عالية بشكل مخيف تركت الطاولة مع أنه زائل المطرب والله رحت على الأوتيل رحت على الأوتيل بلا مبالغة ساعتين كاملين ما قدرت نام من صوت الطنين وهذه لها قاعدين ثلاث ساعات في الحفلة لا لا هم مبسوطين وناطرين إذن الضجيج هو رقم مواحد الثاني النقص السمع ممكن وقت يخف أدراك الأصوات الخارجية بتطلع الأصوات الداخلية ثلاثة في طنين اسمه طنين نابض أوات بيكون في تشوه بالأوعية اتصال بين الشرايين والأوردة ممكن يعمل الطنين نابض لذلك أي أحد عن طنين معاينة طبيعة في حنجرة تخطيط السمع والانطلاق منهم طيب دكتور أنا عندي أقل من دقيقة بتركها لك ككلمة أخيرة تبغي توجهها كلمة الأخيرة الأطفال طالما نحكي عن السمع معظم يجب تحري إصابة نقص السمع باكرا ما أمكن يجب وضع المعينة السمعية باكرا ما أمكن إذا لم يستفيدنا المعينة السمعية العمر المناسب لزرع القوقع هو عمر السنة بعمر الخمس سنين بروح الطفل على مدرسة عادية ونتجنب هالإعاقة مية بالمية صحيح شكرا لك دكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بنستشفر بي شكري لك ودائما تواجدك إضافة كبيرة للبرنامج شكرا لكم البرنامج الناجح أنا فخورني إطلاع ما أكون شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور أندى باتر ريانا خبريني أنا ما عندي بالعكس أنا أتشرف يوم أنت موجودة بس عشان أرتب عمري يعني يبلت نسخة من الحلقة قلت لكم على الهواء هاي ما يبلت نسخة من الحلقة مسكيمة علي بل ليلة أسبوع اللياني إن شاء الله عقوم أخصص قيم نجومنا إن شاء الله نكون معاكم إن شاء الله شكرا لك الدكتور شكرا لك شكرا لك يا ميرا لغفلي وإضافة للبرنامج شكرا لك تواجدت وأيضا شكرا لي أنا شكرا لي أنا ليش تطالعني نحن بشكرك سيد محمود شكرا لك أيمن سرحيل دائما ويعطينا كذلك الإضافة الكبيرة يعني هو الشيء الوحيد يشفعل أنه برشلوني اي ازاي شكرا لك أيمن سرحيل هذه تحياتي محدثكم محمود جوسف العالي وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله مع العديد من المواضيع القادمة نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي